رئيس الجمهورية يأمر بتخصيص عشرة ملايير دينار جزائري فوراً لتعويض المتضررين جراء تقلبات الجوية الأخيرة قبل نهاية الأسبوع الجاري ويأمر بإعادة إسكاني كل من فقد منزله بالكامل خلال الثماني والأربعين ساعة القادمة وصرف منحة للصيدين المتضررين لدى ترأسه اجتماعاً لمجلس الوزراء وذمن مخرجات مجلس الوزراء تثبيت اللغة الإنجليزية بداية من السنة الثالثة ابتدائي واستحداث تخصص أستاذ التعليم الابتدائي في اللغة الإنجليزية بالمدارس العليا اعتباراً من الموسم المقبل والإسرع في توظيف حاملي شهادتي الماجستير والدكتورة ولأول مرة إضافة الصحافة الإلكترونية المعتمدة كآلية للإشهار للصفقة العمومية رئيس الجمهورية يهنئ الرئيس رجب طيب أردوغان ترى تجديد الثقة فيه رئيساً للجمهورية التركية الشقيقة ويؤكد الإرادة في العمل سوياً من أجل الدفع بالعلاقات الثنائية إلى أعلى المراتب تأكيد على أهمية تضافر الجهود العربية لتعزيز المهارات الجماعية ومواجهة التحديات الغذائية والحد من آثار تغيرات المناخية تشغال الندوة العلمية الأولى حول الأمن الغذائي في الوطن العربي نشرتنا تمت شكراً لكم على متابعتها ألقاكم غداً بحول الله تعالى إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر الترجمة نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة